ونبقى في نشاطات الأقاليم حيث قام حكم إقليم اللقون الشرقي آدم نوكي شرف الدين بذيارة تفقدية لمعرفة سير العمل في الجامعات والمعاهد العليا بمدينة دوبا وتباحث مع الطلاب والمسؤولين عن سير الجراسة والإشكاليات التي تواجههم التغريب التالي لبحر الدين عبدالشاف الدوجي صليت الضوء على هذه الزيارة يشير لي المخرج بأن هذه المادة لم تكن جاهزة ننتقل إلى الخبر الآخر حيث أطلق الأمين العام لوذارة التربية الوطنية لحملة التوعية حول ضرورة الثنائية اللغوية في جاد وقد تم اختيار مدينة كومرى حاضرة إقليم مندول والتي منها انطلقت إلى باقي الأقاليم وجاءت المبالرة من قبل وذارة التربية الوطنية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية هذا الخبر أيضا لم يكن جاهدا تفقد المدير العام للمعهد العالي للبترول عبد الحميد محمد علي تفقد أروقة المعهد والأخصام والمكاتب الإدارية وكان برفقة عدد من معاونه فاطمة داود الحامر مما لا شك فيه أن التعليم العالي بمختلف تخصصاته هو السر في نجاح أي دولة اقتصاديا واجتماعيا وعلميا لذا تولي الحكومة الكادية اهتماما خاصا بقطاع التعليم الأمر الذي دعا بالمدير العام للمعهد الوطني العالي للبترول بمدينة ماو والوفد المرافق له من وزارة التعليم العالي والبحث والاتكار إلى زيارة استطلاعية للمعهد الكائن في مدينة ماو بإقليم كانم للتعرف على كيفية تسيير المعهد في مطلع العام الجامعي الأمين العام بإقليم كانم جمي عبد العزيز قدم كلمة شكر فيها الوفد الزائر على هذه البادرة التي قاموا بها مضيفا بأن المعهد يحتاج إلى العديد من المعدات والوسائل الحديثة لمسارة التكنولوجيا في العلم الحديث والتي تتطلب دورا كبيرا في ترقية وتطوير العملية التعليمية بالإقليم بدوره المدير العام للمعهد الوطني العالي للبترول عبد الحميد محمد علي أكد أن المعهد منذ إنشائي وحتى الآن يعمل على تخريج دفعات متخصصة في مجال تنقيب واستخراج البترول لأن أغلب مناطق البلاد غنية بالمعادن والبترول لذا قدم نداء للحكومة التشادية خاصة وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها المعهد من أجل مواصلة العام الجامعي دون أي عوائق